السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وحبا بكم معي في وصفة جديدة كيكا المول العجيب بكريمة جيد رائعة كريمة البرتقال المنعشة واللاديدة وكيك تيجي اكثر من رائع خفيف بزاف تبعوا معي الطريقة والمقادر من نسبة للمقادر فنا نحتاج لدات البيضات الصغر ممكن استعملوا جوج بيضات كبار نحتاج نصف كأس زيت مملوء ما يعادل 130 او 140 مليلتر تقريبا كأس السكر غير مملوء 120 قران 150 مليلتر عصير البرتقال قليل من الملح يمكن اجزء الخمير قليل الم Operat نضيف وشوع بورتقال جوج خمير لتصوح 16غ وكيس الفانيلة غير المقطع حساب الخليط تضيف ومثال كيس كبار حساب الخليط اقرب السكر قبصة الملح السكر ومشور البرتغال ونضيف 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 فانيلا في هذه المرحلة ونضيف فانيلا فانيلا ونضيف مباشرة ونضيف ونضيف الزيت ونضيف 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 نضيف الخميرة الكيموية نضيف كمية كاملة نستمر نضيف كمية أخرى من الطاقيق ثم نضيف الخميس الأخير ونحرك فقط نضيف الخميس الأخير نضيف المل في الزبدة نضيف المولها في دمتر 30 سنتي متر ثم نضيف المول يمكنك استخدام الكيك عادي وضع الكريمة نصب الكيك ورفعه كالعادة سوف ندخل الفران مسخن أو بارد لا مشكلة على درجة الحارة 180 سوف ندخل الفران مسخن 30 دقيقة وإذا كان الفران بارد فمن أحسن حتى تدوز 40 دقيقة والتي لديها المول خفيف بثاف تحتمن المقلات ثقيلة سوف ندخل لكي يطيب على خاطرها لا تخطف لنا بسرعة وهي مزالة خضرة الكيكا ها هي نينطابت سوف ندخلها تبرد مزيان ونزولها من المول وها هي منحيتها من المول كما تلاحظو كتجي خفيفة بثاف وكتجي زوينة سوف ندخلها على جلب ونحضر الكريمة الكريمة سوف نحتاج جوج أصفر جوج معلق ونصف نشاء ميزانة وقليل من الزبدة نبشر برتقالة جوج الكؤوس الحليب لا يعادل 400 ميليد مع كأس العصير البرتقال والسكر يبقى على حسب الضوء هنا نصف كأس مملوء جيدا طريقة سهلة ندير البيت نضيف السكرا ونبشر برتقالة ونضيف نضيف ونضيف الكريمة البيت تنزيل ونضيف نضيف الحليب البرتقان ثم نضيف النشا نضيف الكل على النار نضيف الزبدة ونحرك بسرعة لكي تدوب ونفعلها كريمة ها هي وجدة نفعلها ونصب الكريمة مباشرة فوق الكيك ونحرك بسرعة لكي تبذي لبردات ونحرك بسرعة لكي تبرد ونحرك بسرعة لكي تبردات ونحرك بسرعة لكي تربع كي تبردات ونحرك بسرعة لكي تتابعة اضع الكريمة بكريمة البرتقال نقطعها لكيك من داخل كيفية يجب عليها تبرد بشكل جيد لكي تترسها جيد نضعها في الدلاجة اضع الكريمة ونرى الكيك عن قرب من الداخل يخفيف الكثير اضع الكريمة اضع الكريمة اتمنى ان اعجابكم وتجربوها ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بائما الجديد والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله شكرا